طرف مهم ألا وهو إسرائيل وليهات المتحدة قالت نحن في قلق من التعديلات الروسية على الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية ما الذي يعني هذا بالنسبة لإسرائيل؟ إسرائيل أيضا أبدأت قلقها من مسألة التعديلات الروسية على هذه الصواريخ وغيرها وخاصة وأن إيران قريبة من القنبلة النووية وخاصة من جهة أخرى تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفوكس نيوز في مقابلته قال يحصلون على قنبلة نووية سنحصل على قنبلة نووية كيف ترى هنا الموقف الإسرائيلي في ظل هذه المعلومات؟ التوازنات السياسية والتوازنات العسكرية في منطقة الشرق وصول تحديدا في الوطن العربي قابلة لأي شيء من حق أي دولة عربية أن يكون لديها القدرة على امتلاك هذا السلاح النووي لماذا؟ عندما تكون هناك دول مجاورة لها كالنظام الإيراني وعندما تكون هناك دولة أخرى ودول في منطقة الشرق الأوسط تسعى إلى ابتلاك هذه السلاح وهناك تل أبيب التي تعمل على تنويع عملية وصيانة المفاعلات النووية لها أو البرامج النووي لها ونعلم جيدا وتمتلكه من قنابل ذرية وقنابل نووية هنا التوازن عندما يتحدث أي مسؤول عربي كان في المرتبة الأولى في التسلسل السياسي أو في المراتب الأخرى يتكلم عن مفهوم خاص وهو مفهوم الأمن الوطني وثم يتعداه إلى الأمن القومي العربي يعني عندما نتكلم الآن عن السياسة السعودية نرى أنها ذاهبة البارحة إلى موضوع عطت أبعاده وموضوع أنه إذا ما امتلكت إيران السلاح النووي والقنبل النووي فسنف على ذلك لماذا لأنه حتى يكون هناك توازن في القراب السياسي وتوازن في المنطقة التوازنات السياسية لا تخلقها إلا القدرة على حماية الدول لاستقلالها وإمكانياتها الاقتصادية خاصة عندما تكون ذاهبة إلى مشاريع اقتصادية تنموية قادمة وانتقال بالمجتمع من مكان إلى آخر لكن مع ثوابت رئيسية بالحفاظ على الكثير من الثوابت التي تعلق بالثوابت العربية والثوابت الوطنية هذه الثوابت تحددها مسارات العمل السياسي لكن أنه عندما نتكلم عن عملية كيفية أنه كل دولة أو كل نظام سياسي يخشى أو يكون حذرا نعم لا يجب أن نعلم جيدا يعني يجب أن نعلم أنه العلاقة الروسية الإيران لسه بالسهولة أن تنفصن يعني تكلمنا عن حالة شراكة سياسية تكلمنا عن التعاون العسكري هناك تعاون مهم جدا هو التعاون الفضائي هل يعلم المشاهد الكريم أنه الآن إيران بمساعدة من قبل الروس تمكنت من إطلاق صاروخ قمر صناعي إيراني من قبل عبر القاعدة الفضائية في كازاخستان وانطلق هذا الصاروخ في شهر آب وهو سمي بصاروخ خيام وهو سمي خيام أول وهناك الآن تعاون فضائي بين مؤسسات علمية إيرانية روسية لإطلاق صاروخ خيام 2 و 3 و 4 هم يقولون نحن نطلقه لقضايا مدنية وقضايا تتعلق بالزراع وتتعلق بالجوة والمناخ والطبيع لكن من الممكن أن يستخدم هذه الأقمار الصناعية في عملية جمع المعلومات وفي التجسس وفي حماية الأمن القومي والوطن لأيدا ومن الدول إذن هناك أهداف كثيرة وهناك حالة من العلاقة التي لا يمكن لنا إلا أنظرها بمنظار مهم اشتركوا في القناة